موسيقى بيرجع بيتجدد لقاءنا ومنوصل على اليوم الرابع بأسبوع الألم يلي هو يوم نحتفل فيه نحتفل فيه بسر الإفخارستية تأسيس سر الإفخارستية وكمان نحتفل فيه بسر الخادم الأعظم يلي هو يسوع المسيح فأبل ما نبلش لقاء الصلاة بحب نكون كلنا عم نحمل هيك عم نذكر بنويانا كل الكهنة يلي منعرفهم عبيخدموا رعايانا وكنيسنا وجامعاتنا وعبيرجزونا وعبيكونوا عبيعطونا الأسرار منكون عم نجهز حالنا عم ندوّل شمعة الصليب بالوسط وكلمة الرب بين إيدينا لحتى الرب يصير بوسطنا ونحنا كمانا نصير بوسطه تأتي بطيبي فوق شعرك هبني الآن أعرف حق قدرك عيواضا عن شوق في أكل لك واتكي أن رأسي على صدرك مرجع الكتابة يلي رح نتأمل فيه اليوم هو من الإنجيل بحسب مرؤس بالفصل 14 من الآية 3 للآية 9 وبينما هو في بيت عنيا عند سمعان الأبرص وقد جلس للطعام جاءت امرأة ومعها قارورة من طيب الناردين الخالص الثمين فكسرت القارورة وأفاضته على رأسه فاستاء بعضهم وقالوا فيما بينهم لما هذا الإسراف في الطيب فقد كان يمكن أن يباع هذا الطيب بأكثر من ثلاثمائة دينار فتعطى للفقراء وأخذوا يدمدمون عليها فقال يسوع دعوها لماذا تزعجونها فقد عملت لي عملا صالحا أما الفقراء فهم عندكم دائما أبدا ومتى شئتم أمكنكم أن تحسنوا إليهم وأما أنا فلست عندكم دائما أبدا وقد عملت ما في وسعها فطيبت جسدي سالفا للدفن الحق أقول لكم حيثما تعلن البشارة في العالم كله يحدث أيضا بما صنعت هذا إحياء لذكرها كلام الرب بلشنا لقاءنا وقلت لكم اليوم عم نحتفل بخميس الغسل كمان ولكن هيدا النص هو غسل من نوع آخر يسوع فات على بيت شخص حول له حياته فات له عند سمعان الأبرص هالشخص ياللي كان منبوس كل حياته ما حدا بيقرب عليه ما حدا بيوجه صلبه لأن بيخافوا أنه يعديون يسوع شفاه ويروح لعنده لأنه كان معزوم أو يمكن عزم حاله ولكن يسوع كان عنده ببيته وبيقلب هيدا المجتمع ياللي المرأة فيه ما إلا دور معين تجي مرأة وبتفوت على قلب هيدا البيت وبتوصل لعند يسوع مرأة لحتى تفوت على بيت رجل منه شي طبيعي أنه فيها شي كتير غريب وهيدا المرأة منها فيتة لوحدة هيدا المرأة فيتة مع أغلى شي معقول يكون عند حدا لأنه أنينة الطيب ياللي كانت معا من الناردين الخالص هيدا الطيب كانوا يجيبوه من الهند ويستوردوه على قوي يصدروه على المناطق البعيدة وكان شي كتير غالي يعني كان بيوازي معاه الشخص على سنة بكاملة حق أنينة برفا وبتجي ومش بس بتفضل أنينة بتكسر الأنينة على راس يسوع ووقتها كنت عب بقرأ هيدا الناس ويتأمل فيه تذكرت أنه قبل ما فوت على الدار وقتها كنا نشتري قدوة طويلاتي كتير غالية هيك أول شي مش كيف ما كانا منستعملها بس على المناسبات السعيدة لحتى نكون هيك شوي مميزين لحتى ريحتنا تسبقنا كأنه تحضر الناس أنه تطلعوا من جاية ووقتها تخلص أنينة القدوة طويلات ما كنت تكب بالأنينة لأنه القنينة بحد ذاتها كانت تحفي فنية هيك نظل محافظين عليها هيدا المرأة حتى القنينة ما حافظت عليها مش فارقة معا لأنه الشخص يلي جاية هو إليه جاية منو مين ما كان كسرت كل شي أغلى شي عنديا ما عاش سنة كاملة يمكن جمعتها يمكن عندها أصل مصرياتها شو ما كان كسرت كل شي بلا ما تكون ندمانة على ولا أي شي وسكبتهم على رأس يسوع والحلو بهيدا 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 النص أنه يسوع بكل بساطة قبل قبل ما عنده مشكلة حدا يعمل عمل هالقد يمكن الإنسان الطبيعي بيقول عنه أخوات ومثل دايما يسوع بيحول الحدث يلي صار معه لا حدث تعليمة العالم أخذوا كل هالمشهدية إنه إيه بدل ما تروح لتساعد الفقرة لأيك شو عملتك كان فيك تعمل شي أحسن يسوع لهم تركوها هيدا هو أفضل شي هي قادرة تعمله دوسومي أكتر شي قادرة تكون عبتعمله تركوها بتكون فقرة منون معكن ووقت أنتو بتكون فيكن تساعدون تاب ليه اليوم بدي حط الحق إنه ما اليوم في كتير أشخاص معهم مصارلة هنما بيروحوا بيساعدوا الفقرة تاب أنت شو عبتعمل أنا شو عبتعمل وهالرح يبطل فيه فقرة ومن إنها الفقرة الفقير هو كل إنسان بيعترف إنه فيه فراغ معين بحياته وبيقبل إنه آخر يجي ويملي هالفراغ اليوم بهنهار المجيد بهال احتفالات يلي عم نعيشها خاصة الأشخاص يلي بيجعوا بيروحوا بيزوروا سبع كنيس وبيعملوا مسيرة الصلة الخاصة فيهم طلب كل كنيسة بتفوتوا عليها ملي هالحاجات طعلا أنت وسكون بقلب هود الإشع يلي فاضي جواتي فراغ ما في شي نرجع نتذكر إنه الرب خلق الكون بحد ذاته من العدم من الفراغ خلينا اليوم هيك نقول أنا بفتخر بالفراغ يلي فيي لأنه الرب من خلال هالفراغ بده يعمل خليقة كتير عظيمة بده يعمل خلق كتير كبير ونتقدم من سر الطوبة ونعترف بهوض الفراغات ونعترف بقوة ومجد إلهنا ونفتش على الغنى يلي فينا ومش غلط إذا فراغناه بمحل معين لأنه تفريغ الغنى إن كانوا مواهب إن كانوا طاقات إن كانوا نعم شو ما كان تفريغ الغنى يلي فينا هو رح يخلي عطر كتير كبير يفوح وما يروح خلاصة حياتنا خلينا نقدمها للرب وهك هك كمان عم نحكي عن الكهنة اليوم كتير قيامات وقتا نندع على رسامة كاهن أو وقتا نندع على مدور رهبين أو رهبات كتير قيامات حتى على ندري بسمع أشخاص بيقولوا مش دعان هيدا الشخص يروحوا يعمل كاهن أو مش دعان هيدا البنة تعمل راهبة أو هيدا شاب يعمل راهب دعانهم كان فيهم يعملوا إشياء أكتر بحياتهم وكتير قيامات كمان بسمع أشخاص كبار وقتا يكون فيه شبيبة عب تروح لحتى تعمل رسالة معينة تسافر لحتى تعيش رسالة معينة أو حتى ضمن ضمن بلدنا نكون عم نعمل كاميسيونير أو حيالله شي يا ابني بدل ما تكون عب تضيع وقتك بهود الإشياء روح سافر انبسط بحياتك قاعد عب تساعد الفقرة وتلعب مع الولاد لأ مش دعاننا دعانكم قفيتوا الأهم بهيدا الحياة دعان كل شخص بعد ملقت فكرة إنه لو آخر نفس بحياتي بدي أعطيه كرمالي الرسالة وكرمال كلمة الرب اللي عب تشتغل فيه منع شي قدام الكل شي يلي اللي عطاني يا يا رب شو غريب هالشي اللي عملته هالامرأة بس شو حلو بنفس الوقت شو في عطاء شو في حب شو في ذهاب للآخر وانت وانت كمين تعمل هيدا الشي يا رب معنا على الصليب هيك اليوم بكل بساطع عبالي اتأمل بهيدا الشي و بغض النظر عن نظرة الناس شو بيقولوا شو بيفكروا مثل هالشخاص اللي بيشوفوا انه اوقات هالفعل ما له طعم او ما ما فينا نستفيد منه هيك يا رب بصلي اني اني اعرف قيمة هالشي اني روح للآخر اني اني كون مجنون بالعطاء طبعا بالحب اكتر شي وبهيدا الليل يا رب هيك عبالي أقعد قدامك على اجريك اعطيك اغلى ما عندي بس حبا فيك امين امين اث كسرت قلبك من أجلي أنا ها قارورة تطي اكسرها هنا عند قدميك واتهنهما حيث راحتي لا دا ولا عنا لا يكن في قلبي شاريك لك لك كل قلبي لك وحدك ولينكسر قلبي ليشبع قلبك وكل شهوتي في حبك